بسم الله الرحمن الرحيم ألف الأمر إلك آيات الكتاب المبين إنا أنذلناه قرآنا عربيا أعلكم تحقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصوا رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيبا إن الشيطان للإنسان عدوبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته وعليك وعلى آلي عقوب وعمل ويتم نعمته وعليك وعلى آلي عقوبك وعلى آلي عقوبك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإحوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين أقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا يخلوا لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف فرألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيرة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون أرسلهم على غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تنهم به وأخاك أن يأكله الرئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الرئب ونحن عصبة إنا إذا لخافرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم أعوهم لا يشعون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وترسنا يوسف فعند متاعنا فأكله الرئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميص جيب من كذب قال لمن ثورت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأبلادا وقال يا بشرى ذا ذا أولام وأسوه بضاعة والله عليم بما يعملون وشاروه بثمن برس تراغم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مسواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولذا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وليعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن ما أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ورادته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ما أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء إنه من عبادنا المخلصين إنه من عبادنا المخلصين قميصه من درر وألف يا سيدها لدى الباب إنه من عبادنا المخلصين قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عبادهم أليم إنه من عبادنا المخلصين هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيد كن إن كيد كن عظيم يوسف أعرض عن هذا يوسف أعرض عن هذا وستغفري لذنبك إنك كنت ممن الخاطئين 126. وقال نسوة في المدينة امرأة العجيز تراود فتاذا عن نفسي قد شرفها حبا 127. إنا لنرذا في ضلال مبين 128. فلما سمعت بمكر ذن أرسلت إليهن وأعتدت لهم متكاء 129. وآتت كل واحدة منهم متكينا 120. وآتت كل واحدة منهم متكينا وقالت اخرج عليهم 120. فلما رأيناه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا 120. إن هذا إلا ملك كريم 121. قالت فذلكن الذي لم ترمني فيه 120. ولقد راوتته عن نفسه فاستعصم 121. ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن 120. أوليكونا من الصاغرين 120. قال رب استجن أحب إلي مما يدعونني إليه 120. وإن لا تقرب عني كي أبن عصب إليهن وأكون من الجاهلين 120. فاستجاب له رب فصرف عنه كيده 121. إنه هو السميع العليم 119. ثم بدانهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنه حتى حين 111. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أحصر خمرا 112. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير من هنا 113. نبئنا بتأويله 114. إنا نراك من المحسنين 115. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه 115. إنا نذبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما 116. ذلكما مما علمني ربي 117. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون 118. واتبعتم ملة آباء إبراهيم وإسعاق ويعقوب 119. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء 119. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون 119. يا طاحب عيس جني أعباب متفرقون 110. ما تأبدون من دونه إلا أكثر 111. ما تأبدون من دونه إلا أكثر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ولكن أكثر الناس لا يعلمون ترجمة نانسي قنقر 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 قالوا أصوات أحلام وما نحن بتأويل أحلام بعالمين وقال ترجمة نانسي قنقر فأرسلون يوسف ترجمة نانسي قنقر 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 لا أمر الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهم ما بال النسوة التي خطرنا أيديه إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكم إذ راوتتم يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علم عليه من سوء قال في المرأة العديد الآن حفظ الحفظ أنا را واتبوا عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد القائمين وما أبرئ نفسي إن من نفسه لأما عدو بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم إن ربي غفور رحيم إن ربي غفور رحيم وقال الملك أتوني به أتخلصه لنفسي إن ربي غفور رحيم فأما كلمه قال إن كاليوم لدينا مكين أبين قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خُزَائِمِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيغٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ مَتْكَ النَّالِ الْمُسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّهُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِ مَا مَنْ مَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَلْغَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَةُ لُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَاعْرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَذَهُمْ بِجَهَاذِهِمْ قَالَ أَأْتُونِي بِأَخِلَّكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْنَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْذِلِينَ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَطَرَبُونَ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنُّهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِونَ وَقَالَ لِفِتِّيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَانِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذًا قَلَبُوا إِلَى أَهِلِّهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّ الْكَيْفِ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنْ مَلْكَيْنُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَكَ تَلْ وَإِنْ عَلَهُوا لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا هُدَّتْ إِلَيْنَا هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهِلَّنَا وَنَحْفَرُ أَخَانَا وَنَزْجَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ قَالَ مَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَسَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُمَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا أَتَوْهُ مَوْثِقًا قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَكُولُ وَكِيلٌ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَجْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فَيَتَوَكَلِي مُتَوَكِرُونَ ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفسي عقوب قضاها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَّمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهَ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذٍّ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذٍّ أَنْ يَتُبَ الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٍ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَاهِ مُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاءُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَارِبِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاءُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَارِبِينَ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجذي الوالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كذنى ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من مشاء وفوق كل علم معظيم قالوا إن أسترق فقد سرق أخله من قبل فأثر ذا يوسف في نفسه ولم يبدها له قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحد ما مكانه قالوا إنا نواك من المحسنين قال ما دا الله أن نأخذ قالوا إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فأما السيئة منه خلقوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلم أن أباكم قد أخذ عليكم أوثقا من الله ومن قبل ما فرقتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأفنني أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين أرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أباها إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وابتألي القرية التي قلنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا نصار قال من صورت لكم أن قتفهم أمر قال من صورت لكم أن قتفهم أمر فصبر جميل 118. فخبر جميل عفى الله أن يأتيني بهم جميعا 119. إنه هو العليم الحكيم 110. وتولى عنهم وقال يا أسفان نوسف وبيض قد علناه من الحدن فهو كظيم 111. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالفين 112. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله 113. ما لا تعلمون 114. يا بني يذهبوا فتحت تسوم يوسف وأخيه 115. ولا تيأسوا من روح الله 116. إنه لا ييأس من روح الله 115. إلا القوم الكافرون 116. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العبيد 117. فلما دخلوا من روح الله 118. وجئنا ببضاعة ملجاة 119. فأغفلنا الكيل وتصدق علينا 119. إن الله يجزي المتحدثين 111. قال هل علمتم ما فعلتم بيه؟ 111. قالوا أين كذا أنت يوسف قال أنا يوسف 111. قد من الله علينا إنه من يكتفي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد أتوك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تتريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الواحدين إذا أبوه بقميص هذا فألقوه على وجه أبي بصيرا وأدوني بأجلكم الأجمعين وأما فصلت لي قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف له لا أن تفندوا قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم إن جاء المشير ألقاب على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبا نستغفر لنا ذنوبنا إلا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم شارك قالوا أنه حدود قال مصر وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وقروا له سجبا وقال يا أبتها تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد بأن ذر الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الوريك وعلمتني من تأويل الأحاديث باطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة تغفني مسلما وأنحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب الوحيد إليك ذلك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إنه إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشرفون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون ومن إلا الله وأن تأتيهم غاشية من عذابه إلا الله على بصيرة أنا ومن استدعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا محي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولداه الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تقلون 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 وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون اشتركوا في القناة